السيد رئيس الجمهورية، أصحاب الفقامة، رؤساء الدول، السيدات والسادة أرحب بحضراتكم جميعاً على أرض السلام ومهد الحضارة مصر في الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية هنا في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية يشريفني أن أقدم لحضراتكم نبذة عن المعرض الأفريقي للتجارة البينية في دورته الثالثة IATF 2023 والذي يعقده البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بانك أفريكسم بتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمان العامة لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القرية الأفريقية تم افتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية منذ خمس سنوات وتحديداً عام 2018 بالقاهرة واليوم يعود إلينا المعرض الأفريقي للتجارة البينية في دورته الثالثة حيث أن الدورة ثانية من المعرض IATF 2021 أقيمت في جنوب أفريقيا يقدم المعرض IATF 2023 فرصة مميزة من خلال منصة الأعمال التي تتيح الوصول إلى سوق أفريقية متكاملة تضم أكثر من مليار وثلاثمائة مليون شخص حيث يوصل الناتج المحلية الإجمالي إلى أكثر من ثلاثة تريليونات ونصف تريليون دولار يضم المعرض الأفريقي للتجارة البينية تسعة مكونات أساسية ومن أبرزهم معرض التجارة ومتدى التجارة والاستثمار روابط أفريقيا الخلاقة كانكس منصة لتبادلة ما بين الشركات أيام الدول معرض سيارات أفريقيا AAAM والمعرض الافتراضي للتجارة وبرنامج الاتحاد الأفريقي للشركات الناشئة للشباب والآن أدعو معالي المهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة لجمهورية مصر العربية لإلقاء كلمته بسم الله الرحمن الرحيم فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية السادة الضيوف رؤساء الدول الأفريقية الصديقة السيدات والسادة الوزراء السيدات والسادة الحضور أود في البداية أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لسيادتكم فخامة الرئيس لتشريفكم بحضور معرض ومؤتمر التجارة البانية الافريقي هذا الحدث الذي تفتخر جمهورية مصر العربية باستضافته للمرة الثانية في دورته الثالثة كما أتوجه بالشكر لكل من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي الاتحاد الأفريقي وكذلك سكرتارية اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية على تنظيمهم هذا الحدث بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ففي الوقت الذي كانت تتعافى فيه دول القارة من آثار الجائحة العالمية اندلعت الأزمة بين روسيا وأوكرانيا وما تلاها من أزمات أثرت سلباً على مصر ومختلف بلدان القارة إلى جانب المستجدات السياسية الإقليمية الراهنة التي خلفت آثارها الواضحة تداعيات سلبية على اقتصادات المنطقة مما يوجب تعزيز التعاون بين الشركاء وإيجاد حلول غير تقليدية لدفع اقتصاداتنا المحلية والتغلب على التحديات القائمة من خلال الشركات الإقليمية والتي تطيحها مثل هذه الفعليات الحضور الكريم دعونا نتفق أن التجارة البينية بين الدول الأفريقية ستظل نسبتها منخفضة بالنسبة لإجمال حجم التجارة العالمي من خارج القارة ومن هنا تأتي أهمية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي تهدف إلى إنشاء سوق إفريقي واحد للسلع والخدمات وتسهيل حرية حركة الأشخاص ورؤوس الأموال والاستثمار لطعميق التكامل الاقتصادي وتعزيز وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والشاملة والمساواة بين الجنسين والتصنيع والتنمية الزراعية والأمن الغذائي وتعد هذه المنطقة أكبر منطقة تجارة حرة في العالم استضم 55 دولة من أعضاء الاتحاد الأفريقي وثماني مجموعات اقتصادية إقليمية وتسعى إلى إنشاء سوق قاري واحد يبلغ عدد سكانه حوالي 1.3 مليار نسمة بإجمال ناتج محلي 3.4 تريليون دولار كما ستصهم المنطقة في تعزيز سلاسل قيمة الإقليمية في قراتنا وزيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتعزيز التصنيع المشترك وبالتالي رفع القدرة التنافسية لإفريقيا على المدى المتوسط إلى الطويل ومن المتوقع أن تساهم المنطقة في زيادة حجم التجارة البينية الأفريقية بنسب متزايدة في كل من السلع والخدمات والمشروعات الاستثمارية السيدات والسادة وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بعنق العلاقات الأفريقية يعقد هذا الحدث الهام للمرة الثانية على الأراضي المصرية بمشاركة 75 دولة وأكثر من 1600 شركة مشاركة وعارضة وألاف الزائرين وفي خلال الأربع الأيام الأولى للمعرض والمؤتمر تم عقد العديد من الندوات الحوارية لتشارك الرؤى في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتم توقيع العديد من البروتوكولات والاتفاقيات التي وصلت إلى ما يقرب إلى 3 مليار دولار وما تلاها من فرص للتبادل التجاري تقدر بحوالي 10 مليار دولار الأمر الذي يعكس عمق التعاون التجاري بين دول القارة السيدات والسادة أود التأكيد على أن وزارة التجارة والصناعة بتوجيهات القيادة السياسية لا تتدخر جهداً في دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول القارة حيث تدعم مبادرات الاقتصاد الأخضر ودعم التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة ودعم المرأة في المجالات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري في إطار رؤية مصر 2030 لذا وفي هذا الإطار أود الإشارة إلى مبادرة التجارة الموجهة جي تي آي التي أطلقتها الأمانة العامة للمنطقة عام 2021 والتي تمثل مصاراً تطبيقياً للاتفاقية القارية حيث حرصت مصر على أن تكون من أوائل الدول الأعضاء المنضمين لهذه المبادرة في إطار سعيها الحثيث نحو تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية ولابد هنا من الإشارة إلى أهمية التعاون بين دول القارة في مجالات المشروعات المشتركة خاصة في القطاعات المختلفة وكذا التأكيد على المبادرات المطروحة خلال فعليات المعرض خاصة مبادرة تعزيز مشاركة الشركات والمؤسسات الأفريقية في مشروعات المقاولات والبنية التحتية برعاية البنك الأفريقي للتصدير والاستراد وفي الختام لا يسعني إلا أن أؤكد حرص الدولة المصرية على دعم جهود التكامل والترابط التجاري والاقتصادي بين دول القارة متمنيا لهذه النسخة من معرض التجارة البينية الأفريقية النجاح وتحقيق النتائج المرجوة منه على غرار ما تم في النسختين السابقتين وبما يقدم نموذجا مشرفا للعمل الإقليمي في القارة كما أتمنى لجميع الدول والشركات المشاركة تحقيق الاستفادة القصوى من هذا المعرض وتعظيم الإمكانات المتاحة من خلال مشاركة الخبرات وتحقيق نتائج تؤتي ثمارها على حجم التبادل التجاري الحقيقي بين دول قارتنا الحبيبة شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته